أهلا بكم واصل معدل البطالة في الأردن ارتفاعه خلال العام الحالي ووصل مع نهاية الربع الثاني إلى 19.2% بحسب تقرير البطالة الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة لهم وفي تطور لمعدلات البطالة فقد سجل المعدل السنوي للعام 2018 مستوى قياسي بلغ 18.6% كما نلاحظ في 2018 لواصل الارتفاع في الربع الأول في 2019 بـ 19% والربع الثاني 19.2% وهذا مؤشر قياسي جدا وحسب الجنس فقد أظهرت المؤشرات أن نسبة البطالة للإناث في الربع الثاني أعلى من الذكور حيث بلغ معدل البطالة للإناث نسبة 27.2% في الربع الثاني لوحب ارتفاع عن الربع الأول كان 28.9% وللذكور في الربع الثاني وصل إلى 17.1% ارتفع عن الربع الأول في 2019 وحسب المستوى التعليمي بيّنت نتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية أي درجة البكالوريوس فأعلى حيث بلغ 25.9% من المجتمعات التعليمية الأخرى المستوى التعليمي كان للذكور 30.1% للإناث 84.7% نسبة مرتفعة للإناث وحسب الفئة العمرية فإن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين 15 و19 سنة هو الأعلى وبلغ 26.2% والفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة نلاحظ النسبة كان 39.9% وعلى مستوى المحافظات فقد سجل أعلى معدل بطالة في محافظة مأدبة بنسبة بلغت 25.6% ومحافظة الكرك أدنى معدل كانت 14 أو 15% تقريبا بالمقابل فإن المشتغلين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت نسبتهم من مجموع السكان الذين أمارهم 15 سنة فأكثر بلغ 28% نلاحظ أعلى فئة عمرية كانت 20-39 سنة الإناث 63.6% والذكور 59.2% هذه كانت الفئة العمرية بالنسبة إلى المؤهل العلمي 50% أقل من ثانوي و8.3% ثانوي و39.6% أعلى من الثانوي وبالانتقال إلى العمل بأجر وهي الرواتب الثابتة النسبة كانت 85.2% للإناث 95.8% وللذكور 82.8% وبالانتقال إلى خبر آخر وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وسندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للتعاون في مجال استقصاء الفرص الاستثمارية المتاحة في داخل المملكة وبمجب الاتفاقية يتبادل الطرفان وصف المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال دراسات الجدوى لتطوير أوجه الاستثمار مستقبلا في المملكة واتفق الطرفان على أن المضية في أي مشروع أو فرصة استثمارية مشروط بحصول كل طرف على الموافقات من الجهات صاحبة الصلاحية لديه ووفقا لتشريعات الناظمة لعمله وفي ضوء الدراسات والإجراءات المعتمدة من خلال توقيع اتفاقية لكل مشروع على حدة وبلغ حجم موجودات الصندوق حوالي 10 مليارات و700 مليون دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الجهري صندوق استثمار أموال الضمان هدفه تنمية أموال المشتركين ومنتسبيين تقاعدين الضمان الاجتماعي بهدف زيادة العوائد وتنمية موجوداته ومنحرص على جذب استثمارات حتى نبحث عن شركاء مطورين استراتيجيين حتى نقدر نمي مشاريع ونحقق عوائد للصندوق نحن ننظر إلى الاستثمارات بتنوعها المختلف سواء كانت قطاعات تتعلق بقطاعات الصناعة أو بقطاع الزراعة أو بقطاع الخدمات وأيضا التنوع في المناطق ولا نتحدث عن منطقة واحدة بحد ذاتها لأن الأردن مليء بالفرص الاستثمارية في المناطق المختلفة والمحافظات المختلفة وبالتالي نحن ننظر إلى هذه البادرة كداعم لتوجهات هيئة الاستثمار لتحقيق تنافسية الاقتصاد والوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة انخفض العز في الميزان التجاري بنسبة 8.8% خلال نصف الأول من العام الحالي بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة وأرجع التقرير انخفاض العز لوجود فرق بين قيمة مستوردات المملكة خلال النصف الأول والتي بلغت ستة مليارات ونصف المليار دينار وبين قيمة الصادرات الكلية للمملكة والتي بلغت مليارين وستمائة مليون دينار وبحسب الأرقام فإن الصادرات الوطنية منذ بداية العام ولنهاية شهر حزيران ارتفعت بنسبة 4.3% لتصل إلى مليارين وثلاثمائة مليون دينار مقابل انخفاض في قيمة المستوردات بنسبة 3.8% أكد الصناعيون ارتفاع حجم الطلب على عدد كبير من المنتجات الأردنية في السوق المحلية بعد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا وفي تصريح صحفي أكد الصناعيون أن عملية الاستيراد من سوريا كان لها أثر سلبي على المنتجات الصناعية المحلية وأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بدأ القطاع يلمس آثاره وأعلنت الحكومة عن فرض رسوم بمقدار 80 دينار بدل دعم محروقات على الشاحنات والبردات السورية عند كل عملية دخول إلى المملكة بعد أن فرض الجانب السوري 80 دولار بدل دعم محروقات ديزل على الشاحنات والبردات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 59 مليون و700 ألف دينار وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية ست اتفاقيات استثمارية لمشاريع صناعية في محافظتي مأدبة والسلط بقيمة سبعة ملايين دينار تقريبا الاتفاقيات وقعت برعاية وزير الصناعة والتجارة مع ثلاثة مستثمرين منهم أردنيان وواحد عراقي والآخران يمني وسوري ودير عام شركة المدن الصناعية قال إن الاستثمارات الجديدة ستكون في عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي وستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى من جهتهم أكد المستثمرون سعيهم للإنتاج والتصدير للسوقين المحلية والدولية مطالبين بتسهيل الإجراءات الأمنية لغيات الحصول على التأشيرات إضافة إلى تبسيط التعامل مع بعض التشريعات بجوز في بعض الإجراءات فيها طول كمان الآن يتم العمل عليها لمراجعة هذه الإجراءات إلغاء بعضها وتسهيل بعضها الآخر فهذه الأمور نقوم بالعمل عليها وعطوفته قال لك بيحب يسمع منك وإحنا يا إخوان أي واحد من المستثمرين عنده إشكالية مكاتبنا سواء بالمدن الصناعية والتي بهيئة الاستثمار ولا بوزارة الصناعة والتجارة مفتوحة دائما في بعض الإشكاليات زي اللي أثرتها أنه نفتح كل القطاعات لغير الأردنيين هاي إحنا مش مقتنعين فيها فما رح نسويها بجوز نراجعها نغير بالقطاعات نعدل بالقطاعات بس في بعض الإجراءات بدنا نشتغل عليها ونراجعها وإحنا جاهزين دائما أن نراجعها دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل وشركاء المتضامنين ومالكي المؤسسات الفردية العاملين في منشآتهم إلى تسجيل أنفسهم وشمولهم بالضمان كأصحاب عمل من تاريخ مراجعتهم ومبادرتهم إلى ذلك وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن المؤسسة لن تلزم أصحاب العمل الحر بالانضمام للضمان بأثر رجعي أو تحميلهم أي أعباء مالية عن فترات سابقة بموجب النظام الذي بدأ العمل به في السادس عشر من أيار الماضي الذي نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه المؤسسة على منشآتهم وتشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى 15% من المشتغلين في المملكة بدأ الموسم السيحي في مدينة البترة الأثرية بالانحصار بعد أن حقق انتعاشا منذ بداية العام الحالي بحسب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترة التنموية وزارة البترة في أول ثمانية أشهر من العام الحالي نحو 658 ألف زائر بزيادة بنسبة 30% عن ذات الفترة من العام الماضي منهم أكثر من 563 ألف زائر أجنبي وخلال الشهور الثلاث الماضية زار البترة 144 ألف زائر أجنبي تقريبا بزيادة بلغت 58% عن ذات الفترة من العام الماضي ما يؤشر إلى انحصار موسمية السياحة التي تعاني منها المدينة الوردية خلال هذه الفترة الزمنية وأرجع رئيس السلطة التحسن إلى أن الجهود التشاركية والاستقرار في المنطقة ومتوقعا أن يصل عدد السياح مع نهاية العام الحالي إلى مليون سائح ترجمة نانسي قنقر